المغرب ربح إسبانيا وربح الجزائر وربح أوروبا في ملف للصحراء المغربية اليوم سنهضر لكم على ما وراء الكواليس واحد الحاجة يبثى في 99% ما عارفينش على المغرب وعلاقة الإسبانية المغربية المغربة الإخوان دي اليوم ما هو المغرب دي البقر لماذا المغرب دي اليوم كل شيء يهتم بي لماذا وزير الخارجي الأمريكي يأتي لماذا إسبانيا تخضع على المغرب لماذا العلمان تنحاني للمغرب الحكومة الألمانية لا ترى أي سبب يعرق للعلاقات الدبلوماسية الطيبة مع المغرب شنو تبتلفظ المغرب اللي احنا فيه بزاف دي الحويش ومنهم واحد الحاجة اللي بزاف دي الناس ما عارفينش هو المغرب دير وهد الاكتشاف دير وهد الاكتشاف في البحار ديال ومن غير الغاز الإخوان ماشي الغاز اللي هضرت لكم اللي يكتشف نفل عريش اكتشاف اللي دير المغرب كتر من الغاز وأهم الغاز وغاديبت الموازي القوة دي للمغرب عالمي المغرب يحدث ويحدث اختراقات وانتصارات ومكاسب كبيرة كل هذا يقول المحللون في الغرب وهنا في الدول العربية يقولون إن المغرب أجبر الجميع على تبني نمط تفكير جديد في التعاطي في الاقتصاد في السياسة وحتى في الجانب الديني والاجتماعي كنت تريد أن نتحدث عن العلاقة الإسبانية والمغربية كيف يبدو أن نتحدث عن السبتو مليليا كيف يقول رئيس إسرائيل الدخلات كلها يلغي بالغاية ولكن السبب الرئيسي والأساسي هو هذا الاكتشاف اللي دير المغرب التاريخي وهو اللي سوف نتحدث لكم عليه اليوم يجب أن تفهموا القضية الأساسية يا إخوان هو المغرب لا يبقى غير شارك اقتصادي مع أوروبا المغرب ليس شارك اقتصادي والمغرب ليس عضو باقي لا يصل عضو أوروبي ولكن عنده واحد حاجة اللي كتسمله ستاتو آفانسي عنده وضع متقدم المغرب دي اليوم ماشي والمغرب دي البارح ولا المغرب شارك دمارشية جد مهمة في إفريقيا الشرقية وفي إفريقيا الغربية يتطلع المغرب إلى تسريع التبادل الاقتصادي مع دول القارة وترسيخ موقعه كجسر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا الشركة المغربية مخلو التقنت في إفريقيا المكتب الشاريف للفوسفات ودروينا اللي نيدع للأسمادة في العالم اليوم شارك دمار دمارشية مهمة في إفريقيا الرواية ليرباروك شارك دمار مهمة في إفريقيا بمسيو اللي ولت اسميتها بانكو في إفريقيا ما بقتش البنكة غير دي المغرب ولت البنكة دي الأفريقية دونك الأوروبيين عارفين بإن المغرب ولت عنده واحد الرؤية عامة وإقليمية ولكن ما شي هو هذا السبب رجعوا شو يا لورا الإخوان باش توضح لكم الصورة مزيان على الوضعية من إسبانيا والمغرب وأوروبا بصفة عامة إليك تذكره صداع كرناد على إبراهيم غالي الزعيم دي البوليزاريو فجه الكوفيد ومشاك يتداوى في مادريد واستقبله الإسبانيا الحكومة الإسبانية كذبت فيما يتعلق بقضية استقبال المدعو إبراهيم غالي زعيم الفصالي البوليزاريو الذي دخل الأراضي الإسبانية بهوية جزائرية مزورة وتم المغرب استدعى السفيرة دياله من مادريد وبين الغضب دياله الإسباني على هذا القرار ولكن ما هو هذا السبب الرئيسي الإخوان للتوتر الإسباني المغربي كان بادي من قبل أهم سبب هو لديك الأنشاء لديك السعر بين إسبانيا والمغرب وهو واحد من نهار المغرب بغير صم وحدد حدود البحرية دياله بحثت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا جونزالس لايا مع نظيرها ناصر بوريطا السبولة الكفيلة بإخراج البلدين من أزمة مشروعي قانوني ترسيم الحدود البحرية المغربية وفي قانون البحرية ما يقول؟ يقول حدود البحرية يجب أن تكون 12 ميل من البحر الإقليمي وهي منطقة 100% على السيادة المغربية تبعوا معي جيدا وكين من مورها هو منطقة خالصة اقتصادية وحسب نفس القانون البحر هذه المنطقة تستطيع تمتد حتى 300 كيلومتر من البحر الإقليمي تمكين حق المرور، حق العبور، حق الصيد، حق الاستغلال لذلك البلاد التي تابع عليها هذه المنطقة من الأخير أن الأرض 300 كيلومتر تكون فيها الكثير من البحر وهذه القضية صدمات وشوكات الإسبانية بشكل كبير الحدود البحرية يجب رسمها بناء على القوانين والمواثيق والمساطر الدولية التي يعتبر المغرب وإسبانيا من الموقعين عليها وقالوا هذه المنطقة الاقتصادية الخالصة تهم حتى جزور الكاناري حتى كما تعرفوا جزور الكاناري مقابلة على الساحل المغرب وقالوا أننا لدينا الحق في هذه المنطقة الاقتصادية التي لم تحددتكم مغرب إذا كأسبانيا لدينا حق الاستغلال في هذه المنطقة ودعوا في الحكومة المغربية وقالوا أن المغرب يجب أن ينصق بعد أموره قبل أن ينشر بلاغ مهم بهذا لكي تعرفوا أن المغرب ينشر هذا القرار بطريقة جيدة قانونية في الجريدة الرسمية وباللغبة الأمم المتحدة وفي الكثير من الخبارات الأمم المتحدة يؤيدوا القرار المغربي ويقولوا أن هذه المنطقة الاقتصادية الخالصة فعلا حسب القانون البحار الدولي تابع المغرب دان فالمغرب بهذا العمل يقوم بعمل سيادي داخلي مضمون بالقانون الدولي وباتفاقية قانون البحار مثل ما قامت إسبانيا بذلك إسبانيا لم تأخذ الإيد للقيام بذلك ومن حقها والمغرب لم يطلب الإيد لأنه من حقه وتشك 6 بليون كيف لم تتعرفوا المغرب تكتشف الغاز في العريش هذه الشركة التي اكتشفت تلك الكمية المهمة للغاز في العريش هي بريطانيا ويشاركة ضخمة وتابعة البورصة لوندن الهار دار تلك الاكتشاف الغاز في العريش السهم دي المورة 24 ساعة تلعب 31% تخيلوا معه أما هذه المنطقة التي نتعرف عليها في الجنوب والإسبانيا دار عليها عصمص تلك الاكتشاف أهم من هذا الغاز أيها الأخوة ولذلك أنا أميل أنه ما سنكتشفه في المجال البحري يعني في جنوب المملكة ما نكتشفه خاصة في هذا الجبل يجب أن يكون محطة شراكة استراتيجية مع دول ومع شركات تنتمي للدول التي تدعم المغرب وتتعاون مع المغرب وتعترف بصحراء المغرب هذا محلوا معي ودينتكم مزيان رجعوا إلى 2016 2016 بعد الخبارات حتوموا بريطانيين حيث البريطانيين هو الطب للتكنولوجيا للإستخراج الموارد الطبيعية من الأرض داروا اختبارات فضل منطقة الاقتصادية الخالصة لنائدة للمشاقة بالمغرب وإسبانيا وهي حق المغرب قانونية وداروا واحد الاكتشاف كبير بالسافة الاخوان يقدر يغير تاريخ تير المغرب داروا فحوصات في أعماق البحار ولقاوا الاخوان وهذا الكنز من أهم كنوز أعماق البحار في العالم مجموعة من الخبراء البريطانيين توجهوا إلى هذه المنطقة وقاموا بفحوصات وتبين لهم أن هناك وجه يعني جبل يتوفر على إمكانيات من المعادن لا مثيل لها يمكننا أن نعتبرها اليوم هي التروة الحقيقية لمجتمع التكنولوجيا والتقدم وجدوا جبل بوركاني كبير وقديم عنده ألف سنة يتوفر على كمية المعادن الخيال العلمي من المعادن الدرالي وهذه المعادن ليس أي معادن هم المعادن في الوقت الحالي في هذا العالم التكنولوجيا الذي نعيش فيه وجدوا معدن تليريوم وجدوا معدن الكوبالط وجدوا معدن ليتيوم إلى آخر في سنة المعادن التي تصنع بهم البطاريات والبطاريات 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 والتكنولوجيا العالمية وقاموا عملية تحديد كمية لسيط الجبل البوركة وجدوا معي وديناتكم جيدة لأنواع الرقم صادم وجدوا الكمية التي تفوق 10% سمعونه جيدة 10% من المخزون العالمي من المعادن وتفوق 10% من المخزون العالمي وهذا التروى والكنز كامل في المنطقة الاقتصادية الخالصة لتابع التراب الوطني المغريبي وهذا الشيء لبرزة إسبانيا جيدة وهذا الشيء لبرزة فلوس ومصالح ومعادن يجدون برادهيم غالي ولكن هذه الكمية التي اكتشفت في 2016 برزة إسبانيا لماذا؟ لذلك من الأخرى تغذر لها ميسا وتخشي فلوس في جيوبها وهنا يدخل واحد العنصر الثالث في هذه القصة عنصر كبير أوروبي والذي سمعنا عليه الكثير من الأعوام ومفقوص من المغربة والتصالح مع المغربة واخضاء المغرب هو ألمانيا أجب ألمانيا لهذه القصة الأخرى ألمانيا من الأخرى إسبانيا تبايعات واتشارت مع بعض الحوت في الماء قلت له منطقة لي وانتي أكبر ثانع للسيارات الكهربائية المستقبلية العالمية هذا هو تيسلا يقول الألمانا الإخوان يقول أنه في 2030 كل شيء غير إلكتريك هذا هو بورش كل شيء إلكتريك ستتبعها فولزفاغن ميرسيدس كل شيء غير كهربائي من 2030 وكيف سيقوم بطاريات وكيف سيقوم بصيارات كهربائية بهذه المعادة التي هدرت لكم وتم الألمان خرجت مرنة فشتراوط فشتراوط بين المغرب وإسبانيا والمغرب هو أهم عنصر المكافحة الهجرة السرية في شمال أفريقيا والمكان الصهد على إسبانيا جاءت الألمان وقلت لهم أنا سنصف لكم الضباط والبوليس لكي نعاونوا الهجرة السرية مهمة طريقة غير مباشرة وفش دونالد ترمب اعتراف التاريخي وقال بأن الصحرامية في المياه مغربية وهي ديال المغربية يجب أن يأخذها من 4 أيام نقذت ألمانيا ودرت اجتماع طارق في مجلس الأمن ضدت القارح عن أمريكا عندما اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء لكن هذا عندها دعت ألمانيا الاجتماع لمجلس الأمن لتأكيد على حل نزاع الصحراء وفقا لقرارات الأمم المتحدة فغضبت الرباط مهم إسبانيا وألمانيا كانوا مورقين على المغرب يشوفوا وش غير جعل اللور وغير يسمح بحقه ولكن تيبلوماسية المغربية والمغرب الإخوان ضربهم 5 الزيرو ألي روتور تغلب على إسبانيا تغلب على ألمانيا تغلب على جميع اللوبيات ديالهم وبالعكس استغل هذه الفرصة وجب بيدرو سانشيز للمغرب وتعرف مغربية الصحراء وألمانيا كذلك وأمريكا كذلك والمغرب استحملت ضغوطات لكي تقول لي قوة إقليمية لكي تخرج لها في عبالله وهذا الشيء الذي تأتي لديبلوماسية المغربية والمغرب الإخوان ربح إسبانيا وليس في كوب ديوموند ربح دولة ديالنا ربحات الدولة والمغرب ربح ألمانيا وليس في كوب ديوموند ربحات الدولة وأنا جد فخور نكون مغريبي اليوم كيف يبدأ لكم الإخوان في القصة واذا كنتوا عارفينها وما كنتوا عارفينها أعطيوني في كومنتير اللي عندهم معلومة خرين يضيفهم يضيفهم في كومنتير مرحبا بجميع الأراء بإحترام أتمنى تكون أجبتكم هذه الفيديو سورته أتمنى تكونوا استفتوا وأتمنى تكونوا فخورين أنكم غارب تابعونا في فيسبوك والمقاول يوتيوب المقاول انستغرام المقاول وكان معكم عزيزنا في القناة الترتلي تطوير وتغيير العقليات